السلام عليكم لدينا الآن وزارة 2015 الدورة الصيفية هناك سؤالين على 2015 السؤال الأول إذا كان قاف السين تساوي السين زائل ثنين وهذا السين أكبر عدد صيح لخمسة لأخص السين ابحث في اتصال قاف على هاف الفترة من أربعة إلى سبعة نحن أول خطوة لما يكون معطيني الاتصال على فترة ومعطيني اقترانين معطيني كم اقترانين لأن الاقترانين أفضل طريقة أن اكتبع عملية الدمج وأنا هاي الطريقة اللي دائما بعتمدها ما بره بشيك طرق أخرى دعنا ندمج الاقترانين طبعا لما ندمج الاقترانين يعني نقسمهم على بعض الأكبر عدد صحيح يجب إعادة تعريفه طالما أنه على فترة فدعنا أول إشي نحط اللي هو الاقترانين على فترة نعتبر أنه طالما أنه قاف علىها فقاف فوق وها تحت طبعا قاف هو كثير حدود فبغض النظر عن مكانه كل الأماكن حيكون سين زائد ثنين ممتاز لكن بالنسبة لها هاي يعتمد على إيش خلينا ناخد بس من أربعة إلى سبعة هاي أربعة خمسة ستة سبعة ممتاز بالنسبة لها السين خمسة ناقص سين يمسك أي اقتران ما بين أو أي قيمة ما بين الأربعة والخمسة وعوضها مثلا أربعة ونص خمسة ناقص أربعة ونص نص النص شو الأكبر عدد صحيح له صفر بعدين أش حيصير خمسة ونص بصير سالب نص اللي هو شو بيعطيني سالب واحد وهكذا بيظل ينزل زي الدرج صح احنا مهم إيش إنه نوصل للسبعة لان خلينا نرجع نعيد تعريفه فبنيجي بنحكي قاف على ها السين شو يساوي بروح أنا بحط اقتران متشاعب صح ثلاث فترات الفترة الأولى ستكون بين مين ومين الأربعة والخمسة وخمسة وستة وستة وسبعة لان طبعا علينا إنه نحط وين المساواة المساواة طالما معامل السين سالب بحطها على جهة اليسار لو كان موجب بحطها على جهة اليمين فإذا المساواة هون ممتاز هل بحط عند السبعة مساواة طالما هو طالب بس على الفترة المفتوحة فبترك الأربعة والسبعة مفتوحات لان منوزع الاقترانات يلا نبدأ السين زي الدرج اللي هو قاف نقسمه على مرة صفر سالب واحد سالب تنين خليني أنا بحكي الصفر والسالب واحد والسالب تنين نحطهم تحت الاقتران عشان يكون واضح معكم فهي هنا صفر سالب واحد سالب اش ثنين على سالب واحد معكوس معلش بظلني لحد الآن أخربط بين الإنجليزي والعربي الآن سين بين الأربعة والخمسة خمسة وستة ستة وسبعة نروح بنقسم سين زائد اثنين على صفر سين زائد اثنين على سالب واحد وسين زائد اثنين على سالب ثنة ممتاز إذن هذول الاقترانات الثلاث الآن خلينا بما أنه طبعا ما أنك عدد تعريف هاي أخدت علامة أو أخدتي علامة ممتاز الآن بنا نبدأ بإيش بأول إشي التشيك على هذول الاقترانات سين زائد اثنين على صفر هذا شو بتعتقدوه إنه إيش إنه قيمة غير معرفة أنا طبعا بقدر أرجع أكتب الاقتران نفسه اللي هو يساوي تمام ونمحي هذول هذا نكتبه إيش غير معرف أو خيمة غير معرفة هون منوزع السالب تخليز هيك حر تمام توزع السالب بقدر أوزع السالب وإيش أكتبه سين على سالب 1 سالب سين ناقص 2 وهون بوزع سين على سالب 2 بتصير سالب سين على 2 وزع 2 على سالب 2 ناقص 1 ممتاز هلا الآن نروح ومنبدأ أول إشي بدي أحكي أنا على نفس الإقترانات طبعا نيجي منحكي قاف السين تمام غير متصل من الأربعة إلى الخمسة طبعا فترات مفتوحة الآن تمام غير متصل من الأربعة إلى الخمسة ليش لأنه إيش لأنه غير معرف ممتاز لازم تعطي السبب الآن قاف السين بين هذه وهذه من خمسة إلى ستة إذن قاف السين متصل على الفترات من خمسة إلى ستة خليها مفتوحة ومن ستة إلى سبعة ليش لأنه كثير حدود صحيح بهاي وهي كثير حدود الآن إيش بنا نروح نسوي بنا نبدأ بنقاط الشعوب طبعا أنا هنا هأخذ علامة على هذا القول وعلامة هذا القول اللي هو على تعريف القواعد الأصلية الآن بدنا نبدأ اللي هو عند السين تساوي كم خمسة ممتاز فعند السين تساوي خمسة هلا هون ممكن يعطيك علامتين لأنه أنت جمعت هذه الفترة وهذه الفترة مرة واحدة تمام عادة يعطي علامة 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 فالآن عنده عندما سين تساوي إيش نبدأ بالخمسة ممتاز نبدأ هون الخمسة هلا إحنا بنعرف أنه نهاية قاف السين لما السين تقتل من الخمسة من اليسار اللي هي نفسها قاف الخمسة صح؟ غير معرفة له نفسها نهاية إيش من اليسار فإذن قاف السين غير متصل وين عند السين تساوي خمسة ممتاز هنا أكيد هتأخذ علامة على هذا ممتاز فإذن لحد الآن إحنا جمعنا أربع علامات لأننا نروح على عند السين تساوي إيش عندما سين تساوي 6 لما سين تساوي 6 نهاية نبدأ من اليسار نهاية سين تقترب من الست من اليسار في هذا الإقتران إذن نهاية سين تقترب من الست من اليسار طبعا اللي هي نفسها قاف الست صح؟ هتساوي سالب أو خلينا وش نعوضها ساوي نهاية لما سين تقترب سالب سين ناقص ستة عوض سالب ستة ناقص ستة سالب كم عوضي انا معلش دائما بحكي بلحجة المذكر لكن احنا بنعرف باللغة العربية التذكير تجمع ما بين الانثى والذكر اذا سالب اتناش هون الان ناخد نهاية من وين من اليمين فنهاية قاف السين قاف السين لما السين تقترب من ستة من جهة اليمين شو بتساوي نهاية اللي هو اي اقتران سالب سين على ثنين ناقص واحد صح لما السين تقترب من ستة من اليمين وهذا ايش بتعطينا سالب ستة على ثنين سالب ثلاث ناقص واحد سالب اربعة اذا طالما النهاية هذول التنتين نهاية قاف السين مالها لما الصين تقترب من الستة من اليمين لا تساوي نهاية قاف الصين لما الصين تقترب من الستة من اليسار إذن نهاية قاف الصين غير موجودة فبالتالي طبعا لما الصين تقترب من الستة فإذن خلينا نكتب نكتب هاي نفتح صفحة جديدة فبالتالي إذا نقاف السين غير متصل عنده سين تساوي ستة مجرد ما حكيت زي هيك بتاخد كمان علامة الآن هيك جمعنا خمس علامات ضاي العلامة واحدة يا جماعة الآن نكتب الجواب النهائي طبعا هو طلب على الفترة المفتوحة من أربعة إلى سبعة فما في بداعي أشيك على الأطراف لأنه ترب على الفترة المفتوحة الآن باجه بحكي إذا الحل حيكون فقط من سالب خمسة إلى سبعة والستة مش داخلة والخمسة مش داخلة والسبعة مش داخلة فإذا أنا بقدر أكتب الحل بطريقتين إذا قاف السين متصل على قاف السين متصل على اللي هو من إما تروح بتحكوا من خمسة إلى سبعة كاملة عدا مين هذا الستة حل آخر ممكن تكتبه من خمسة إلى ستة اتحاد من إيش من ستة إلى سبعة وكلها فترات إيش مفتوحة يا جماعة ممتاز وهن هناخد علامة وهذا بتكون هيك جمانة ستة علامات هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتاز الآن الفيديو القادم لسه هنكمل على الفين وخمستاش لكن الآن إيش بدنا يعني جاء سؤالين على الاتصال في عام الفين وخمستاش انت بتحكيوا علىها 13 علامة فعليه وزن عالي جدا اذا كان لام السين عندي هذا الاقتران اقترانا متصلا عنده سين ساو صف الآن بده يعني أجد ألف وباع حاول تحلوا هذا السؤال قبل ما تطلوا على حلي وبشوفكم بالمخاضر القادمة الله معكم